تعاون وتنسيق بين الميليشيات الحوتية والمنظمات الإرهابية في اليمن هذا ما كشف عنه تقرير الحكومة اليمنية لمجلس الأمن رئيسة مجلس الأمن الدولي، سفيرة أمريكية ليندا توماس كرينفيلد استلمت تقرير من بعثة الحكومة اليمنية في الأمم المتحدة مدعوما بالصور والجداول يكشف حجم وأشكال التعاون بين الحوتيين والتنظيمات الإرهابية في اليمن كداعش والقاعدة التقرير اليمني اتهم الحوتيين بتوفير ملاذات آمنة لعناصر من القاعدة وداعش في مناطق سيطرتهم وذكر أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن 252 سجينا من القاعدة من سجون جهازي الأمن السياسي والقومي في صنعاء ومحافظات أخرى على رأسهم جمال محمد البدوي أحد أبرز مخططي الهجوم على السفينة الأمريكية USS Cole والذي أفرجت عنه الميليشيات الحوثية في 2018 وأوضح التقرير أن 55 من عناصر القاعدة يتواجدون في صنعاء ومن أبرزهم عوض جاسم مبارك برفعة وكذلك هشام باوزير المعروف باسم طارق الحضرمي وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا كذلك مع الحوثيين ووثق التقرير بعض الشهادات لعناصر من القاعدة ممن تم أسرهم من قبل قوات الجيش الوطني كما أشار التقرير إلى أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للالتفاف على الجيش كما حصل في منطقة قيفة بالبيضاء وشددت مذكرة الحكومة اليمنية للأمم المتحدة على أن العلاقة بين الحوثيين والمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك وتبادل أدوار مهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي وخطوط الملاحة الدولية ملوك الشيخ العربية